مشى الطاووس يوما باختيالي فقلد شكل مشيته بنوه وقال على ما تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلتوه فخالف سيرك المعوج وعدل فإنا إن عدلت معدلوه أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه وينشأ ناشئ الفكيان منا على ما كان عوده أبوه انزل بالترجمة انزل بالترجمة كل واحد يعني من الأباء كل اللي بيعملوا الأباء يعني ابنه حيقلدوا فيه ودي موضوع مهم جدا موضوع التربية الأخلاقية وقضوة فيه وللطفل وبداية سن المراقة هو ده اللي أنا بتكلم فيه ملخص الفقرة يعني ولدنا الكائنات القصيرين اللي عايشين معنا في البيت إزاي نتعامل معاهم إحنا أصرنا الموضوع ده قبل كده في حلقتين أو ثلاثة مع الدكتورة دعان محروية بس واضح إن الموضوع عايز سلسلة حلقات يعني إحنا مكملين في القصة ديات أكتر من مرة وأكتر من اللقاء بأمر الله لأن أولا التربية بقت حاجة صعبة جدا أن أنت ترسخ في الطفل أو تزرع فيه الضوابط والمبادئ والأخلاقيات والدين ويطلع يطبق وينفذ عن قناعة حط مليون خط تحت عن قناعة دي فرق كتير إحنا في الأول في الآخر بنهدف إلى أن يكون ولادنا بعد مماتنا زورية صالحة بتدعي لنا بنهدف لمجتمع صالح بنية سليمة وهي بنية المجتمع للفرد فالطفل هو البزرة أو المنشأ فلازم يطلع صح وفي سن المراقة لما بيبتدي يقرب يمكن عشان أنا نوعا ما عايشة مع محيط الأطفال اللي أنا بتعامل معهم السن بتاع الصغير والقصة المراقة دي لا موضوع ده فارق جدا والأطفال بتشت في التفكير حتى لو تربيتهم من الصغر تربية دينية يعني أنا بلاحظ بتلاقي الطفل ممكن في البيت البنية بتاعته والتربية تربية دينية لكن لو أنس إنه طالع لصحابه الموضوع بيختلف كتير بالفعل أنا بدأت إن أنا لاحظ بعض الناس بلاس كده مشكلة بتربيت الود والبنت بالزبط عايزين نرحب الأول بالأستاذة فاطمة مجدي لصنص الدراسات الإسلامية والعربية دراسات عليا في الصحة النفسية أهلا وسلام بحبولها فاطمة متطوعة معنا من إنقاذ بقالها كام سنة كانت شغلتها الأساسية أو التركيز بتاعها على الأطفال وأنها تفهمهم الأخلاقيات الصحيحة والسليمة وأخلاق أهل الكرآن وإزاي نتفكر وإزاي نرد وإزاي نتصرف بأدب وإيه اللي الصحة وإيه الغلط يعني حتى كده إحنا مسكنها مع كنا بنجمع الأطفال بتوع الحالات تمام وأطفال البوابين عندنا حوالين المنطقة وأطفالنا كمان وعيالنا وعيال إصحابي ومش عارفين كده جمع كل دوت يومين في الأسبوع وجمعة وسبت وابتدي يشتغل معاهم في قصص الأنبياء شوية في الأخلاقيات شوية بحيث إن إحنا نطلع ببنية سليمة اللي أنا شايفة دلوقتي إن العيلة ما بتكبر سنة واتعدي مرحلة الطفولة وإن هو أنت توجيه وهو يقلق ويخاف ويحاول ينفذ ويقلت لا بتبتدي حتى كده طيب أنا عايزة أسأله أستاذة فاطمة الأول إمتى بنبدأ يعني التربية أهم نقطة نبدأ من إين نبدأ من للطفولة ولا نستنى أنه بيوصل للمراهقة ويجبر وبعد كده نتدي نقوله الصح والغلط عشان يبقى يستوعب أكتر أنا شايفة إن الموضوع بيبدأ أصلا أصلا من قبل ما الطفل أساسا يجي ومن قبل ما مامته وبابا يتقابله ويتجاوزوا أصلا هم نفسهم قدوة هم نفسهم يعني بسلقهم الطفل لما يشوف السلوك من غير ما الأب والأم يقولوا ده صح وده غلط ومفروض تمشي كده أو ما تمشيش كده الأب والأم الحاجة اللي لحظوا إن هي فيها يعني إعوجاج في سلوكهم أو التراب في سلوكهم لازم لازم وأمانة في رأبتهم إن هم يحاولوا يعني يتخلصوا منها قبل ما يتجوزوا يعني يا إما كده هم بيورسوا الاترابات اللي جواهم أو يعني الخلل اللي جواهم في السلوك بتاعهم بيورسوا الأجيال تانية فهم حيعملوا جريمة كبيرة جدا يعني الموضوع مش تهل أبدا طبعا ما فيش إنسان مثالي ولازم كل إنسان بيبقى فيه عيوب في شخصيته ملازمة شايف يقول جريمة مستحيل لا هي جريمة حتى من إيه لو يقدر يتخلص منها أو يصحح منها لازم يعملها لأنه بقول لها حضرتك حيورسها الأجيال طيب أنا هو حيورسها لابنه وابنه حيورسها لابنه وموضوع يستمر تمام ده ما فهو طب العيوب أو التي يجب يتخلص منها الطرفين أو الزوج والزوجة أي هي العيوب يعني اللي هي ما تكونش جريمة على رأي الدكتورة يعني 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 لازم يعني إحنا لو هنتكلم على القواعد الأخلاقية مثلا لازم يبقى عارف حدود نفسه يعني إيه هي القواعد والحدود اللي هو يمشي عليها علشان خطر يبقى إنسان صالح في المجتمع وما يزيش غيره لازم يعرف ويتعامل مع غيره إزاي وإيه هي الحدود اللي المفروض يحطها ما بينه وما بين غيره لأنه كل واحد ليه مساحة كده هو مساحة حرية ومساحة تفكير يعني لازم يعني يحافظ ويرسل لنفسه حدوده ويبقى عارف حدود غيره ويعرف إنه هو لو خرق حدود غيره حدوده كمان هي حتختارك هي دايرة يعني لازم يكون داين تو داين لازم مثلا يبقى مرن متقبل الآخر ويتعايش معاه بشكل سليم يبقى عيدا عن داين تو داين لأي بتتكلم في نقطة غير داين تو داين خالص يعني بتتكلم في يعني أنت هتخرج حدود غيره هتلاقي حد يختارك بأي دا عن داين تو داين مرن متسامح متواضع لهي القواعد الأخلاقية مش كمان شوية هنتكلم عن الأمثلة شوية للقواعد الأخلاقية الوضعية اللي هي الأعراف زي ما بيقولوا عليها والعدادة والتقاليد فرضتها وكمان هذكر مثال حكم ونصايح سيدنا لقمان مع ابنه في القرآن النصايح دي مهمة جدا يعني هي شامل حاجات كتير هتكلم عليها بس بنصطقي تربية من القرآن الكريم تمام فإحنا قلنا الأب والأم الأول حيزبطوا نفسهم قبل ما يتجوزوا يربوا نفسهم علشان لما يعملوا بعد كده هو زرية تبقى زرية صالحة زي ما حضرتك قضي في ذات الحلقة وتستمر وتنتج للمجتمع زرية صالحة ليوم الدين يعني فدي البداية إمتى نبدأ مع الطفل إن احنا نبتدي نوجهه طبعا أول ثلاث شهور يعني موضوع إيجاد أو أول ثلاث شهور في ولادة طيب دكتور أنت ليه اخترت التوقيت بالذات يعني حضرتك يعني لا الأطفال دلوقتي ولا المراهقين إحنا عارفين سيطرة يعني أهليهم عارفين سيطرة ما فيش سيطرة السوشيال ميديا وعصر الطنوات المفتوحة والعالم اللي أصبح قرية صغيرة أنت حرفيا مخترق في كل حاجة اعتقادك مختلق مخترق سلوكياتك مخترقة ما تقدرش تقول لطفل اعمل كده ومتعملش كده حتى لو حاورته أنت الله أعلم هو وصله إيه أو إيه أو بيجادل الحاجة اللي اتغرزت ومكبرت جواه وانت مش آخد بالك فهو قبل ما يتحول لمستقبل من برا أنت تبدأ معاه تبدأ معاه من عمري كامل نقطة لأنا كنت قفت عليها لا أربع شهور بيبتدي الطفل يوجد روابط ما بين الأشياء وتقدر يتحطي له قواعد سواب وعقاب يعني مثلا أربع شهور أربع شهور بيفهم بيفهم طبعا يعني مثلا هو مثلا لو بيرضع من ممته فيه سلوكيات معينة ممكن يعملها قبل المرحلة دي بس في المرحلة دي أنت بتقول له لا أقف فيه حاجات ما ينفعش تعملها بيفهمها من سنة أربع شهور بيفهمها بدأي إنه ممكن لما الطفل أنا بلاحظ في الأطفال لما يحب يوصل لحاجة يسرخ ده جيل الأداة أو الطول بجميع من سنة أربع شهور تقدر ممكن تزبطي معاه النقطة دي طبعا يعني بدأ اكتمال مرحلة التمييز بالنسبة للأطفال براحة كده خلينا نقطة تمام حكم النقطة دي نقطة مهمة جدا أنا إزاي أنا عندي طفل أربع شهور تمام إزاي هتحكم لغة الخطاب لغة الخطاب بص حضرتك بص يعني خلينا أتكلم الأول بشكل عام وبعد كده يعني هفصل لك النقط بس تخليني أتكلم الأول بشكل عام أخذ الموضوع بشكل عام إحنا إمتى نبدأ مع الأطفال فإحنا بنبدأ مع الأطفال من العمر ده طبعا بداية يعني اكتمال المرحلة بتاعت التمييز بتبقى سن سبع سنوات الرسول كان بيقول أعلموا أولادكم الصلاة لسبع فهي دي بداية سن التمييز للأطفال بس قبل كده لهم أول ست سنين في حياة الطفل اسمهم علماء النفس بيقول عليهم لسن الحرج الست سنوات دولة العمر الحرج للطفل لو الطفل يعني سلوكياته والقواعد اللي مفروض يمشي عليها باقي عمره العقيدة بتاعته كل الحاجات دي لو ما تزبطتش في السن دوت صعب جدا 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 أن هو يتعلمها في مثل بيقول التعليم في الصغر كان نقش على الحجر آه هو صعب وفي مجاهدة وصبر أن يتنقش على حجر حاجة لكنه ممكن جدا وتقدر يتعمله لكن التعليم في الكبر كان نقش على الماء يا كده يكون مستحيل مستحيل إيه هو فعلا مستحيل يعني مستحيل أن أنت تقدر تعمليها فدي نقطة مهمة جدا فالطفل بيعتبر لسه يعني وعاء كده هوت فاضي أو حتة سلصات زي ما بيقولوا أنت بتشكلها تماما الطفل في المرحلة دي بيبقى تابع جيد جدا تابع جيد جدا لأي قادة ليه بقى تابع جيد هو بيبقى في مرحلة احتياج لممته وبباف كل حاجة تابع ولا متابع؟ تابع يبقى يعلق تابع هو بيحتاج لممت وبباف الأكل والشرب والخروج واللبس وكل حاجة فهو يعني يشوف الدنيا من خلالهم وبيشوف الدنيا بعنيهم فأي حاجة الأم والأب لو عايزين يزرعوها فيه المرحلة دي مرحلة ذهبية يعني عايزين الطفل يعمل حاجة المرحلة دي يتغرس فيها المرحلة اللي هو بيبتدي يستقبل فيها من ممت وبابا ممت وبابا بالنسبœله النموذج والقدوة فهو بيبتدي ياخد منهم ويستقم منهم أي حاجة بيعملوها قدامهم لازم بيعملها فلازم الأب والأم نفسهم نموذب وقضوة للطفل في المرحلة دي ما ينفعش تجيب الطفل وتقول له ما تجذبش وهو سمعك في التليفون بيجذب فعش تقول للطفل مثلا تعال نصلي هو أصلا عمرك ما شافك نصلي أو بتعمل حاجة فهو يعني مش رسول بيقول المرء على دين خليلي فلننظر لحدكم واني يقول مذلك أنت علاقة الطفل بالأم والأب يعني ده أكتر من علاقة صداقة فالأب والأم الصورة اللي هم عليها نسخة الأطفال حيبرسوها ممكن الطفل بعد كده يتصلح حاله لما يمشي في المجتمع ويحتكي ويكتسب حاجات كويسة من البيئة ممكن العكس وممكن العكس تماما فده مش مضمون فالأم والأب لو ما زرعوش من السن دوت استحالة خلاص الموضوع بيبقى صعب جدا ويرجعوا يشتكوا في سن المراقة إن ابنهم مش عارف هويته أو سمع مثلا عن الحاد أو شذوذ أو حاجة فرح للاتجاه دوت أو دخل في قضايا مخدرات حرش والحاجات دي طيب إحنا معنا اتصال لأستاذة مي من الإسكندرية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضر لك يا فن أهلا بحضرتها فضال يا فن أنا بصراحة باتصل بشكر الجامعية وكل الممكنين في الجامعية لأن أنا بصراحة أنا حصل لي ظروف كتير جدا أستاذ حضرتك بس تعلي صوتك شوية لو سمع الناس ديت هي في جد اللي خليتني اتنقلت من المرحلة لمرحلة وخصوصا أيام الحظ أنا كنت بشتغل آآ في علاج والأذون طبعا الناس مع الحظر وكورونا بدأت تقلق نزقت ده ما فيش شغل بدأت عاكس البيت آآ وانا كانت الظروف الاجتماعية حتى كان وقتها زوجي مش موجود ومعي بتصلوا عندها أربعة سنين ونصف آآ هم عملوا معي كل حاجة يعني إجار ديتي آآ البنت حتى في العيد في رمضان كانت كنت حاصة أن هي زيها زي أي تسل كانوا بيرعوها جدا كانوا شايفين إني نقيصها كان إني محتاجينه بجد الناس ديت آآ يعني الكلام عنها مهما تكلمت مش حوصلها أي حاجة من اللي بياملوها ببنا يبارك فيك يا مي أخبارك إي أنا كده جمعت يعني أنا كنت بحاول أفتكر أخبارك إزاي حضرات الثلاثة؟ الحمد لله حدثت أخبارك إيه؟ جزاكم الله خير بجد أنت مهما ما الواحد اتكلم عنكم مش حايفة يركلكم أي حاجة عندك بنوتا تلات أربع سنين صح كده؟ آآ سميم طيب عندها أربع سنين ونصف آآ يا أنا فاكرة حاجة كده أقولي لي كده بتواجهي إيه في تربيتها؟ سألي فيها الأستاذة فاطمة بحيث إن إحنا نفيد الناس وإنت على الصعيد الشخصي برضو تستفيد أبطر حاجة بقى إن هي لما بتكون عايزة حاجة بتصمم عليها بالصريح بالتبهالها؟ بصراحة أنا ما بنفسي فقطة يعني أنا بسيبها تتطرخي ولما تخلصي تبقيت عليلي ده دي طريقة التعامل بتاعتك؟ يعني في أنا طريقة صحية أنا مش فمسبرت برضك إن أنا أناسة كل اللي هي عايزة يعني فازة بقى ماشية معا في الشارع تهيبت وقف تتطرخ وتعايت أنا عايزة ده فأنا ساعتما بيبقاش معايا إن أنا أجيب ده أوعمل ده طب إنتي لما واجهتيها إن إنتي يعني ما بتجيبش الحاجة في ساعتها السلوك ده قال لي معايا ولا لسه موجود ولا بيزيد يعني هي خلاص اقتنعت إن أنا مهما ما حقول أو مهما ما حترخ إنتي لو معيتي حديدي معكيش وقلت لأ فخلاص يعني ده جاب نتيجة آه بس بعد فترة يعني أنا تعبت جدا في النوضة ده طيب أنا هتكلم في حاجة شائكة شوية كده ممكن تكون يعني حتة عدم وجود الأب إنتي من خلال معيشتك مع البنت ده فرق معها نفسيا؟ آه هي طبعا إشنا سانت قعدت هي معاديش مع باها باها غير سانة واحدة طبعا كانت طفلة صغيرة وبعدين باعت تقرر ثلاث سنين آه وبردك بفضل الجماعية إحنا راجعنا البعض بقى إنا فترة صغيرة بعدنا زي أسبوعين آه محمد الله ده؟ محمد الله ده ربنا يبارك في حاجتي كمي يا رب يا رب يا رب ده فرق معنا إحنا ومعايها هي ذاتنا سانة نفسيا كتير جدا آه حتى بقى طمعان الكلام عندها آه بقى مختلف شوية حتى إن فيه ماما بتقول حاجة وبابا بيحاول إن هو يوافق ماما يبقى هما اللي اتنين عايزين حاجة واحدة بقيت أسمع الكلام ومضطرة إن أنا أشوف المضطرة جيد إن أنا أسمع الكلام خلوها تسمع الكلام غصبا عنها أنا ممكن أعمل معاكي بأستاذة فاطمة بص حضرتك أنا كنت اتفرجت من كام يوم على مقطع كده على اليوتيوب بلا صدفة كان فيه بنت صغيرة يا تائماً أوروبية أو تركية حاجة كده يعني جنسيتها فكانت وقفة في السوبر ماركت يا صغيرة جداً يعني تلات سنين أو تلات سنين ما تعملش أكتر من كده فوقفة مامتها بتكلم معاها بتحويرها بتقول لها أنت عاوزة دوت اللي أنت يا سكاء قالت لا يا ماما إحنا مش معانا فلوس ندفع الحاجة دي دلوقتي قالت لا طب يعني أنت بتحبيها وعايزها قالت لا لا مش هينفع أنت قلت إن إحنا مش معانا فلوس الفترة دي لما يبقى معاكي فلوس أنا حابقى أشتريها فهي يعني هي مش مستنتها مثلاً تقف قدام الحاجة ولسه حتقول لها لأ ولو تعصبت وعيطت تضربها والكلام ده هي قبل ما الموقف أصلاً يحصل هي مهدتها أو أعادت تتكلم معاها والأطفال بيفهموا كويس جداً يعني أنشأت معاها لغة حوار وخليتها تستنتج إن هي طالما معاها حاجة تجيبها فهي مفروض ما تجيبها خلاص انتهى الموضوع لازم يبقى في حوار طب إيه اللي وصلها لكده فهي مهدت لازم لغة الحوار ما بينك من الطفل ولازم تقول لها لأ ليه حاجة مهدتها يا جماعة بس سواني وصل زي مهدتها لذلوقتي بقولك إيه اللي وصل البنتي التركية دي لكده أكيد ما أنا بقول له حضرتك فيه لغة حوار وتربية اتعرف خلاص إن هي رسمت لاحظه زي ما بنقول طالما إحنا معاناش حقق حاجة نجيبها وإحنا لن نملك حق الحاجة ديت يبقى إحنا لما اللي بقى معانا خلاص ما تجيش إلا إنها من نملك حقها فخلاص هي التزمت تماما بقى قعدة بالنسباتها انتهى الموضوع لست هتتكلم معيها بلغة حوار مش لغة عم وما ينفعش لأ أو خلاص وما ينفعش إعملي وخلاص لازم لأ ليه وقال ليه ودي مهمة جدا هتكلم معاك هم مشوية قالوا أصلا يا فاطمة لازم هتكلم عليها كمان شوية تمام أنا بعد إذنك عايزة أسأل حضرتك بس عن حاجة لما أكون بتكلم معاها في حاجة موضوع وهي مصممة إن هي تكمل موضوع هي أنا مش هسمعي أنا عايزة لا أنا عايزة أقول لي أنت تسمعي حتى طب ما في أنا سمعتها طب بصي مش هينفع نعمله كذا إحنا نعمله كذا عشان خاطر فيه كذا لا إسمعي كلامي أنا بقولك كذا لها اللي بتقولك كده طب بصي حدك عمرها قد إيه عمرها قد إيه أصلا نعم ده أربع سنين طب بصي أربع سنين يعني وعية بشكل يعني بشكل ما إن هي يعني طلقت الأحداث اللي بتحصل حواليها مين في العيلة أو أنا مش هو الله مش بشكل فيها حاجة بس أو مين من زميلة في الحضانة أو مين النموذج اللي بتشوفه بيعمل دوت الأطفال بيقلدوا يعني ما فيش طفل حيفرد سيطرته كده هو بالشكل ده إلا ما يكون ممكن شاف نموذج ما فيش هي مش هفيتش حد خالص والله فعلا بجد أنا زي ما بقوله حدث طب إيه أخبار لغات الحوار ما بينك وما بينها يعني بتحاولوا إن أنتو مثلا يعني في لغة حوار دايرة ولما بتيجي تقول لها ما تعمليش حاجة بتزعائي فيها وخلاص لا هي كده مش هتعمليها ولا بتقول لها لأ أليه أنا الزعيق معي بيبقى على فترات طويلة يعني ممكن بعض حاببتي بصي انت عملتي كده ما هو ده غلط عشان إحنا المصحوب نعمله كده وكده وكده تقولي لا أما أنا عملت كده طب إيه في نقطة يعني مهمة حتكلمتها كمان شوية هتجاوب على سؤال بتاع حضرتك دوا هقولك يعني ممكن تكون هي بتعمل كده ليه وتتصرفي معها إزاي إن شاء الله شكرا لحضرتك رسول رمي شكرا لحضرتك بزاكم الله خيرا دكتورة إيمانة عايزة بجاء لحضرتك الأستاذة فاطمة كان بيتكلم في أمور مهمة جدا لكن حضرتك معانا كنموذج بالنسبة إنت حضرتك أم كنت بتتعامل مع بنتك إزاي في المرحلة دي اللي هي مرحلة الطفولة يا بنتك دلوقتي بسم الله مش الله كبر أنا بعيني على فكرة أنا بعيني يعني بعيني في حتة إيه تفكير مختلف بعيني إن برة والضوابط اللي موجودة برة مش هي نفس الضوابط اللي أنا تربيت عليها يعني مش سيبك من اللي تربيت عليها اللي هو الصح والغلط يعني أنا قد ما أقدر على إيدك يا فاطمة قد ما أقدر كنا بنحاول وهم صغيرين جودي من الناس اللي كدت تحضر مع يعني جودي بتحفظ كل أمن وهاي سنة ثلاث سنين فكنت بحاول أغرز وحط وأعمل وليه زمايل كده بس العيال بتقلت بعضها طيب بتواجدها إزاي؟ بتواجدها إزاي؟ كأم بص أحيانا بالشدة وأحيانا بالليل يعني أنا برضو مش عايزة إيه أخذ الأمور بعنف عشان أنت في السن ده هو بيعايز يفرض شخصيته وبيبقى عينة دي بالضبط يعني أنا صح آه يا زودي بدايات المراكعة 13 سنة عدل مرحلة طفولة متأخرة لا هي لسه ما كملتش لسه ما كملتش لحد 12 سنة طفولة متأخرة بيبقوا شايفين أن هما صح وبيبقوا على دراية بحاجات كتيرة عشان ده مع أني عاملاله حدود أكيد بس المكتاء بره بره يعني اللي احتكاكات التقليد بالنسبة للأصدقاء مدرسة نادي الكلام ده كله يعني أنا حاسة أن إيه أن أنا في حتة أنا دراية بتكلم بقى كأم والدنيا كلها بره في حتة تاني وبيبقى الآن بل أنا خايفة من المستقبل خايفة من طريقة التفكير يعني فهمة على فكرة يمكن من خلال التجربة اللي أنا بشوفها حوالينا أنا قلت نطلع بالحلقات دي عشان أكيد اللي عندي عند صحابي عند ناس تاني وإحنا في الأخي عايزينهم يطلعوا إيه جيل سليم صحيا ونفسيا وتميني حتة نفسيا دي بيبقى عندهم حتة إيه الآن الزهور دايما الطفل في التوقيتات دي هو بيبقى بيبحث عن الهوية بتاعته أبقى شيك زيادة عن اللزوم أبقى أفهمها يعني الحاجات دي دي حاجات كويسة نهو يبحث عن الشياكة والحاجات دي ما يبقاش دهت لوحده طيب أشوف دهت الأطفال أمي أشياء ندعش سيدة فاطمة أنت حضرتك نعيز أمثلة للقواعد أمثلة تطبيقية للأخلاقيات دي تمام في حاجة اسمها قواعد وضعية البشر هم اللي حطينها أعراف وعدات وتقاليد كل مجتمع بتختلف من ثقافة لثقافة ومن مجتمع لمجتمع تمام يعني ممكن تلاقيه اللي ينفع عندنا هنهوة مثلا في اللبس ما ينفعش بره والعكس دي بتبقى حاجات وضعية خلينا بقى نربي ونمسك في الثابت إيه هي القواعد والقيم الأخلاقية استبتأ اللي ما بتتغيرش ولا بتتبدل اللي من ثقافة من ثقافة ولا من مجتمع لمجتمع اللي هي القواعد المرتبطة أو الموجودة في الدين أكيد طبعا سيدنا لقمان مثلا في القرآن حط ورسم لابنه حدود للتعامل أولا بدأ معاه بالعقيدة واتقال لقمان لابنه وهو يعظه يا بنيا لا تشريك بالله إن الشركة لظم عظيم بدأ له يعني بأعلى حاجة وهي العقيدة والتوحيد أهم حاجة يبدأ بيها وبعد كده أوجد له زي قانون مش قانون أوجد له حب مرأبة ربنا في قلبه وأنه هو ما يرأبش إلا بشر والصح والغلط بتاعته ما يبقاش المعيير بتاعه والبشر يبقى المعيير بتاعه المعيير بتاعه مرأبة ربنا في السنة والعرن وفي كبير رو صغير فقال له يا بنيا إنها إن تكمتقالة حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بيها الله إن الله لطيف خبير حسمها له يعني أنت ربنا بس اللي قدامك حطه بترأبه في الصح والغلط في الصح والغلط أو العكس فأنت لأ أنت حطيله قواعد ثبتة كتاب بيقولي بس كده أنت بالضبط يا دكتور وبعد كده بعد ما حطله مرأبة ربنا في كل حاجة حطله رسام له حدود ليه أخلاقية يتعامل بيها مع نفسه ومع غيره يا بنيا أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على مقصادك إن ذلك من عزم الأمور وبعد كده دخل على يا بنيا ولا تصعر خبك للناس ولا تمشي في الأرض مرحة إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد فيه مشكة واقضد من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير ده كده حطله ورسمله نموذج أخلاقي يعني يفهم إزاي نفسه ويرسم لنفس حدود إزاي يرسم لغيره حدود إزاي عشان ما يتعداش معه طفل يطبق ده بقى إزاي يعني أليات التفاعل أول حاجة زي ما قلت لك في البداية خالص إن الأب والأم نموذج ما تقولش لطفلك حاجة إلا ما يكون حاضر في سلوكك ممكن ما تنصحش أصلا الطفل ولا توقفه قدامك وتقوله اعمل وما تعملش اعمل الحاجة قدامه بس امصلي قدامه ما تكذبش قدامه لا نوع والاستدقى قدامه يعني يقدي الأمانة قدامه اعمل قدامه خلاص انتهى الموضوع الطفل حيقل لك الطفل من قلت الحضر لك سبعة سبعة تمييز وقبل كده برضو يعني قبل كده لازم تعمل يقولك الطفل بيبدأ التمييز وإدراك الروابط من أربع شهور لو كبرنا شوي طب خلينا نمشي واحدة واحدة فهو أول حاجة النموذج اللي انت هتعمله هو هيعمله وانتهى الموضوع دي أول حاجة تاني حاجة واللي هي مهمة جدا لغة الحوار يعني المشكلة كلها ان الطفل دايما طول الوقت ما تعملش وتسرق فيه وتزعقله ولو تقتشله مرة وما استجدش يتضرب لا ده غلق ده فيه حوار لا قلي وقلي حوار كسب القلوب أولى من كسب المواقف زي ما الإمام الشافعي قال يعني أنت لازم التدرج والصبر يعني الرسول لما قال حسنوا أخلاقاكم وقال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم تدرج الطفل ما يتقلوش مرة واثنين وثلاثة ولو ما عملش يتضرب ممكن الطفل أصلا اللغة الحوارة المستخدمة معه غلط فيه أربع عماط للشخصية لو حضرت تعرف فيهم الشخصية المسيطرة والودودة والمعبرة والمسيطرة المحللة ففيه أربع عماط شخصيات فممكن تكون لغة الحوارة اللي أصلا مستخدمها مع الطفل مش لغته يعني أنت بتستخدمي معايا لغة مش لغته معنا كده نحن في التربية لازم نلجأ للصحة النفسية أو حد نفسية وتخصص من الحاجات اللي الأم والأب قبل ما يجوزوا أصلا نعملوها كل واحد يقرف في التربية اللي يختار الزوجين أو بعدين اختيار الزوجين الأول في حاجة اسمها علم نفس النمو أو قصص التربية والحاجات دي فيها كتب ومؤلفات يعني لا تعد ولا تحصن تاني نقرأ يعني أنا ممكن أقرأ اقرأ يا جماعة اقرأ يا محضراتنا أي حتة فيها تحصيل طيب دكتور إيمان يعني أخيرا كلمة من حضرتك للأمهات اليوم نقرأ وندي مساحة من الكلام والوقت الأولادنا معظم السيدات دلوقتي بيشتغلوا وبتيجي مجهدة عبانة لازم تدي وقت وتسمعي لازم تسمعي بدل ما يسمع الطفل والطفلة من بره تمام لازم وقت أستاذة فاطمة كلمة في مصر ثانية من حضرتك إزاي نجابه للتكنولوجيا يعني إيه نجابه نجابه التكنولوجيا في حدها تأثيرها تأثيرها على الأطفال السلبي أنا كل دلوقتي كل ما روح بيت ألاقي الطفل ومسك التليفون تمام غارع وشه في التليفون أنا شايفة يعني من كمية الفساد اللي حاصل أنا أقول لي إنسان ما يمسكوش غير مع بداية سن الرجل مع واحدة عشرين سنة أنا شايفة كده مع راشة صحة أو غلط وحيعزل الأطفال عن المجتمع أو لا بس أنا شايفة أن ده موضوع مهم جدا تمام الأطفال بيتعرضوا الكمية نعمل إيه نعمل إيه نعمل إيه نعمل إيه طبعا الموضوع دوت مش يقنن ما يبقش موجود أصلا بالزبط يعني كبرنا مع العيل في المدرسة عشان دخوله وخوله وخوله ووص يعني أنا عايز أحسب الموضوع ده يعني سهوان ده من باب العلم الحاجات دي العلم بيضر العلم بيها بيضر والجهل بيها ما بيضرش صحيح على الأكس من القاعدة يعني العلم بيها ضر الوقت خلص مع أنا حلقة تانية إن شاء الله بس أنا الأول أنا عايزة أتكلم في نقطة مهمة جدا اللي أصنفاتنا كان يعليتها في الوقتي وحضرتها اتكلمتي فيها وأنا قلتها في الانترو بتاع الفقرة إن إحنا كل حاجة سلبية أو إيجابية بنعملها دلوقتي الطفل بسجيلها عنده تمام لحادي ستن معاين لا بيسجل لحد سن المراقبة هو الطفل بيبدأ يسجل مثلا ولنفترض مثلا أنا دلوقتي في واحد بيسأل علي برة اطلع قوله مش موجود تمام مش موجود أنا بدخل تمام أنا بأشتم أنا بعمل سلوكيات خاطئة ربو نفسكه قبل ما تربوه لاتق الله يرنور على حضرتك باتقع ربو عيالكم إنه ربي أنفسنا قبل إنه ربي أبناءنا مشاهدينا الكرام يعني أنا عايز أنوه تنونه بسيط إن شاء الله تتابعونا على التردد الجديد لقناة صح الجمال 11-28-23 رأسي وبكده نكون ختمنا حلقة اليوم من برنامج توك شو في نهاية هذه الحلقة لا يسعوني لأن أشكر الأستاذة فاطمة مجدي لصنص الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر دراسات عليا في الصحة النفسية شرفت ونورت أستنين دعمكم إن شاء الله طبعا مستنين دعم حضرتكم لجمعية إنقاذ حياة طفل مشاهديها الكرام في نهاية هذه الحلقة لا يسعوني لأن أشكر حضرتكم على الحس المتابعة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته